لكن إذا كان مفهوماً أن الانتقال يرفض مسألة الدمج باعتبار أن قواته هي نواه لجيش جنوبي كما يرى الاستعادة الدول الجنوبية فما هو المبرر لطارق صالح من عدم الدمج في وزارة الدفاع؟ بالعكس الوجوده في وزارة الدفاع يمكنه أيضاً من كيادة هذه الوزارة الهامة أنا بصراحة بخلال التواصل مع الأخوة في اللجنة العسكرية لم أسمع أن أحد يقول أن الطارق رفض بالعكس يقول أن التشكيل القتالي المتواجد في الساحة الغربي هو أكثر التشكيلات تجاوباً وتعاوناً وتفاهماً في إطار هذه اللجنة وتجاوب في كثير من القضايا وحلح الكثير من الأمور المشكلة قد تكون ليس عن طارق أنه طارق في الأخير عقدته واضحة وهدفه واضحة وينسجم في 99% مع الجيش الوطني في الأخير معركته ضد الحوثي ومشروعه هي السعادة الصنعة وقد تكون خلافات مثلاً فنية قد تكون خلافات في ما يتعلق مثلاً في بعض الأمور المتعلقة بالأمور الفنية وموضوع المرتمة هذه أمور قابلة للحل لكن الخلافة الممكنة للعميق نوعاً ما أو الخلافة الذي يحتاج إلى حل هو موضوع الانتقالي طبعاً معروف أن الأقوى في الانتقالي معاهم مشروع دون زعام فصالية ومعاهم مشروع خاص بهم وهذا معروف من البداية منذ بداية تشكيل المرسى القائد الرئاسي وهي هذه الفكرة واضحة لا يوجد حاجة جديدة ولا يوجد حاجة مخبئة ولكن هناك طبعاً تفاهم كبير في بعض أعضاء اللجنة متفاهمين لكثير من الأمور ومتعاونين في كثير من الأمور إلا موضوع إدخال كشفاتهم وأسواهم في مرتبات وزارة الدفاع والداخلية هذه ما زالت مشكلة وفي إطار مشروعهم الانفصالي بيقول أنا مستعد أشتغل معكم في إطار المعركة في الإطار الإداري في الإطار العمرياتي في إطار مسرح العملية القتالي أتحرك معكم كوحدات قتالية انتقالية أو كوحدات انتقالية جنوبية بتنظيم التعاون بين القوات المختلفة لكن مسألة الدمج الكل بين القوات أو كذا هذه ما زالت مشكلة ولكن على اعتبر ما كان واعتبر اليوم هناك حل حلال لكثير من الأمور بقي معنا هذه النقطة يفترض أنه كما قال الألواء محصر الفؤراء أن الموضوع أصبح أكبر من الأقوات اللجنة العسكرية والأمنية لأن اللجنة العسكرية بدلت جهود جبارة بطريقة احترافية وبطريقة مهنية نعم أعتقد أنها لجنة فنية وأن القرار قرار في إطار مجلس القادر الرئاسي أو حتى في إطار التفاهمة بين السعود والإمارات يفترض الآن أنه الأخوة محصر القادر الرئاسي وهم قادة التشكلات القتالية في إطار التفاهمات يفترض أن المنق تيصل إليهم ويحل حلو ما تبقى من تعجيزات في هذا الجانب